هذه جولة سريعة مع الأخطاء الشائعة نبدأ بكلمة للطراد يقولون مثلا لكل إمبراطورية عمر وهذه قاعدة مضطردة على مدى التاريخ بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا نراه يقف أمام أطلال روما وقد قال جونسون مرة إن انهيار الإمبراطورية الرومانية إنما كان بسبب الهجرة المفتوحة غير المنضبطة وانتقده المؤرخون نحن نقول له إمبراطوريتكم البريطانية انهارت قبل أن تكون الهجرة مفتوحة وإنما زادت الهجرة إلى بريطانيا بعد انهيار الإمبراطورية لا قبلها والولايات المتحدة أقامت إمبراطوريتها بالاستفادة من الهجرة المفتوحة كان هذا استطراضا نعود إلى جملتنا هذه قاعدة مضطردة كلمة مضطردة ليس فيها ضاد أصلها من طرد طردا أي تابعة وأما كلمة مضطر ففيها ضاد لأن أصلها من الضرر فإن أصابك الضرر فأنت تضطر إلى أمر معين وقال الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فلا رأي للمضطر إلا ركوبها نقول هذا أشاهد عيان عيان بكسر العين ونقول بمعزل عن الطعون فالنتيجة واضحة بمعزل بكسر الزاي ونقول المعفى من التجنيد وليس المعفي والمناخ بضم الميم حالة الطقص وهذا العصب المرسوم بالأصفر هو النسى يسمونه أحيانا عرق النسى يتعرض النسى لضغط فيحدث ألم يمتد من الورك إلى الساق هو النسى بفتح النون ونقول جاء وحده في الفصحة لا نقول جاء لوحده ونقول وفق الشروط بفتح الواو وإليكم جملة كثر عليها الكلام أعتذر عن الحضور الأدق أن تقول أعتذر عن عدم الحضور فاعتذار الغائب يكون عن عدم الحضور وليس عن الحضور هو غاب أما إذا كان هذا الشخص متطفلا وحضر إلى بيتك في وقت القيلول مثلا فهو يعتذر عن الحضور هذه ليست خطبة إنها خطبة وأما الخطبة فتكون من علم المنبر وهذه عقاقير وكلمة عقاقير فيها قافان عقاقير لذا فمفردها فيه قاف مشددة المفرد عقار فما هو العقار بدون شد هو البيت الذي تملكه وتنتفع به إيجارا في القديم كان العقار أثاث البيت قال علي بن أبي طالب ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا والعقر هو وسط الدار الطوال رجال طوال القامة وطوال النهار بفتح الطاء أي على مدى النهار كاروم الرجل كان كريما وبطل الرجل كان بطلا ولكن الدواء بطل مفعوله بفتح الطاء ونقول هذا وجه صبيح ولا نقول صبوح الصبوح عند القدماء شراب الصباح وشراب المساء هو الغبوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر